السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالقراءة المسترسلة إذن من وحدة الفلاحة والصناعة والتجارة إذن الوحدة الرابعة دائما مرجع واحدة الكلمات العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي إذن لنبدأ أصدقائي بفقرة أتهيأ لقراءة النص أذكر أهم الاختراعات التي قرأت أو سمعت عنها إذن سنجيب عن هذا السؤال وسنقول أهم الاختراعات التي قرأت عنها المصباح الكهربائي الزراعة المنظمة اللقاح الطباعة إلى آخره لاحظوا معي فقرة ألاحظ وأتوقع أقرأ العنوان والفقرة الأولى ثم أتوقع مضمون النص إذن لنقرأ الفقرة الأولى من النص صارت أمي أكثر هدوءا وطيبة ككل العجائز في عمرها وهذا لم يشعرني بالحزن فكل إنسان يتقدم في العمر مع مرور الزمن وأنا سأصبح بعد سنوات عجوزا ولكن أمي لم تعد قادرة على القيام بأعباء المنزل كما في السابق وباتت تشعر بالتعب عند بذلي أي مجهود وقد نصحها الطبيب بالاستراحة قدر المستطاع والبقاء في السرير لوقت متأخر إذن عندما نقوم بربط مضمون هذه الفقرة الفقرة الأولى التي تحدث عن عدم قدرة والدة سارد على القيام بأعباء المنزل نظرا لتقدمها في العمر وعنوان النص الحاجة أم الاختراع يمكن أن نقول إذن من خلال العنوان وقراءة الفقرة الأولى من النص أتوقع أن يتحدث النص عن الاختراعات وكيف اهتدى إليها إذن السارد دائما نحن نتحدث عن السارد وعلاقته بالاختراعات إذن نمر الآن إلى قراءة الجزء الأول إذن بالنسبة لهذا الفيديو إذن سنقوم بدراسة الجزء الأول وفي فيديوهات قادمة إن شاء الله تعالى سنتطرق لجميع الأجزاء جزء ثاني وثالث ورابع دائما على نفس القناة إذن سنقرأ الجزء الأول وسنجيب عنه إذن في آخر الفيديو الحاجة أم الاختراع صارت أمي أكثر هدوءا وطيبة ككل العجائز في عمرها وهذا لم يشعرني بالحزن فكل إنسان يتقدم في العمر مع مرور الزمن وأنا سأصبح بعد سنوات عجوزا ولكن أمي لم تعد قادرة على القيام بأعباء المنزل كما في السابق وباتت تشعر بالتعب عند بذل أي مجهود وقد نصحها الطبيب بالاستراحة قدر المستطاع والبقاء في السرير لوقت متأخر أنا الإبن الوحيد المقيم في المنزل وكان لابد لي من المساعدة في غسل الصحون ونشر الغسيل وتقطيع الخضر والقيام بأعمال أخرى أيضا وهذا لم يكن يزعجني رغم أنه ليس من العادة إذن هذا هو الجزء الأول لاحظوا معي أصدقائي سنمر للإجابة عن أسئلة الجزء الأول إذن بعد القراءة سنجيب عما يلي ما الذي حدث لأم السارد بما نصحها الطبيب وكيف تصرف ابنها إذن سنجيب وسنقول أصبحت أم السارد غير قادرة على القيام بأعباء البيت نصحها الطبيب بالاستراحة قدر المستطاع تولى الإبن مساعدتها والقيام بأشغال البيت عواضا عنها سؤال الثاني وصف السارد أمه بمجموعة من الأوصاف أجردها من النص إذن بالنسبة للأوصاف التي وصف بها الشاعر أعفوا السارد أمه إذن وصفها بأنها أصبحت أكثر هدوءا وطيبة أكثر هدوءا وطيبة السؤال الثالث أذكر بعض الأعمال التي يقوم بها السارد في البيت إذن حسب الجزء الأول يقوم السارد بغسل الصحون ونشر الغسيل وتقطيع الخضر والقيام بأعمال أخرى أيضا السؤال الموالي السؤال الرابع أستخرج العبارات التي تحدث السارد فيها عن نفسه إذن بالنسبة للعبارات التي تحدث فيها السارد عن نفسه أنا الإبن الوحيد المقيم في المنزل كان لابد لي من المساعدة وهذا لم يكن يزعجني إذن هذه هي العبارات التي تحدث فيها السارد عن نفسه في الجزء الأول إذن نمر الآن إلى تتمت الأسئلة إذن السؤال الخامس أحدد في النص بداية كل مرحلة من الخطاط السردية الآتية الوضعية البدئية العنصر المحول ما هي المشكلة؟ ما هو الحل؟ ما هي الوضعية النهائية؟ إذن بالنسبة للوضعية البدئية حسب النص أصبحت أم السارد عجوزا العنصر المحول لم تعج الأم قادرة على القيام بأعباء المنزل المشكلة ماذا وقع؟ باتت تشعر بالتعب عند بذل أي مجهود الحل قيام الإبن بأعمال البيت بالنسبة للوضعية النهائية عدم انزعاج الإبن من القيام بأشغال البيت لكنه رأاه ليس من العادة إذن فهو لم ينزعج من قيامه بأشغال البيت لمساعدة أمي إلا أنه لم يكن قيامه بأشغال البيت من العادة نمر الآن إلى السؤال الأول في أركب وأقوم ألخص النص شفاهيا سأقترح عليكم التلخيص الآتي يتحدث السارد في مستهل هذا النص السردي عن تعب والدته وإرهاقها جراء القيام بأعمال المنزل وذلك بسبب تقدمها في السن الأمر الذي إذن الأمر الذي دفع بالسارد للقيام بهذه الأعمال نيابة عن والدته إذن سنضع علامات التقيم إذن عن تعب والدته وإرهاقها جراء القيام بأعمال المنزل وذلك بسبب تقدمها في السن الأمر الذي دفع بالسارد للقيام بهذه الأعمال نيابة عن والدته نمر الآن إلى السؤال الثاني أعبر عن إعجابي بتصرف الإبن إذن سنقول أعجبني تصرف الإبن ومساعدته لوالدته بطبيعة الحال إذن تصرف عادي جدا إذن هو طبيعي من ابن يحب والدته ويسعى لمساعدتها يعني قدر المستطاع السؤال الثالث أستخرج من النص عناصر الحكاية إذن سنستخرج الشخصيات الزمان المكان والحدث الرئيس إذن بالنسبة للشخصيات لدينا الأم والسارد بالنسبة للطبيب فيعتبر شخصية ثانوية إذن الطبيب يعتبر شخصية ثانوية بالنسبة للزمان هو غير محدد المكان منزل السارد بطبيعة الحال الحدث الرئيس هو قيام الإبن بأشغال البيت لمساعدة والدته العجوز إذن هذا هو الحدث الرئيس إذن أصدقائي صديقاتي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أتمنى لكم متابعة طيبة إذن الفيديو القادم إن شاء الله تعالى سيخص الجزء الثاني دائما من نفس المرجع وعلى نفس القناة كونوا في الموعيد إلى اللقاء